أعلنت طهران وصول فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة فوردو النووية للعمل على إزالة الالتباس بشأن اليورانيوم المخصب بنسبة 84% الذي عثرت عليه الوكالة وتناقش الوكالة التابعة للأمم المتحدة نتائج أنشطة تحقق فيها وجرت مؤخرا مع إيران بعدما أفادت وكالة بلومبرغ أن الوكالة رصدت اليورانيوم المخصب بنسبة 84% وهو ما يقترب من درجة النقاء 90% لازمة لتصنيع أسلحة ترجمة نانسي قنقر سناب باك أو كبح الزناد آلية أمامية تخشاها طهران وهي ورقة كذلك بيد الدول الغربية لتطويع النظام في إيران وإثقال خطوته نحو إنتاج أسلحة نووية هذه الآلية إذن التي عاد الحديث عنها مؤخرا يمكن لإدارة بايدن تفعيلها في حال أخلت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على اتفاق العام 2015 وتعطي ألية سناب باك لواشنطن والموقعين على الاتفاق الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمطالبة بإعادة وضعها بحيز التنفيذ كما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران كالصين وروسيا على وجه الخصوص استخدام حق النقد الفيتو لأن مجلس الأمن قد سبق وأقر تلك القرارات حتى الآن وبعد سنوات من انتهاكات إيران بسبب تخصيبها اليورانيوم بمستوى عال لم تتخذ القوى الغربية هذه الخطوة لكن التطورات الأخيرة زادت من هذا الاحتمال وهو احتمال قد بدأ أقرب للتنفيذ بعد تقارير عن مستوى تخصيب بدرجة نقاء وصلت إلى 84% وهو أمر قد نفته طهران ويبحث فيه مفتشوط طاقة ذرية في طهران كما أن التقارير تشير إلى أن هذه المؤشرات قد تكون جراء خلل في أجهزة الطرد المركزي وتقول أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مثل هذا المستوى من اليورانيوم المنقى يسمح لإيران باستخدام هذه المواد في الأسلحة النووية وقد يكون هذا سببا كافيا لبريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا لاستخدام آلية سناب باك في مجلس الأمن لإعادة العقوبات الدولية على إيران وحتى ولو نفذت آلية العقوبات هذه على إيران يشير المراقبون إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية لن تلتزم روسيا ولا الصين بأي عقوبات وما قد أثار مخاوف النظام في إيران بشكل خاص هو ما قيل إن الغرب سيفرض عقوبات سناب باك على إيران أو قبل الجمعية العامة المقررة في سبتمبر من هذا العام وذلك كرد فعل متوقع منها رجح مراقبون أن يهتدي النظام في إيران إلى فكرة حظر وصول المفتشين النوويين للأمم المتحدة إلى المرافق النووية الإيرانية وهذا ما ترجمه تصريح وزير الخارجية الإيراني حين قال إن بلاده على استعداد للجوء إلى الخطة باء ومسار مختلف في حال اختار الغرب مسارا مختلفة ترجمة نانسي قنقر